أهلا بكم أشهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقرة بما وصلت إليه الصحافة البحرينية من مستويات متقدمة في التطور والحرية المسؤولة مرتكزة في ذلك على إرث عريق من المهنية أرسته أجيال حملت بكل أمانة ومسؤولية مشاعر التنوير في المجتمع وأعرب اسموه عن الفخر والاعتزاز بالدور الذي تقوم به صحافة البحرين في الدفاع عن قضايا الوطن وأمنه واستقراره بقوة وحيوية باعتبارها صوت الحق الذي يصدع بحقيقة ما تشهده البحرين من تطور وازدهار وتصديها بكل شجاعة ووطنية لكل حملة التشويه توجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بخالص التهاني إلى جميع العاملين والمنتسبين للحقل الصحفي والإعلامي بمناسبة يوم الصحافة البحرينية والذي يصدف يوم غاد السبت السابع من مايو مؤكدا سموه أن هذا اليوم سيظل مناسبة نحتفي فيها بما يقدمه أبناء هذه المهنة من عطاء متجدد لصالح الوطن يستمد قيمه ومبادئه من أهداف رسالة مهنة الصحافة النبيلة وأشاد سموه بالمضامين السامية التي جاءت في الرسالة التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والتي تشكل رؤية عصرية متقدمة من شأنها أن تعزز من المكتسبات التي تحققت للصحافة والصحفيين في مملكة البحرين وأضاف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الاحتفال بيوم الصحافة البحرينية فرصة لتجديد عزم مملكة البحرين والتزامها الدائم بمواصلة دعم حرية الرأي والتعبير ضمن إطار الحرية المسؤولة والارتقاء بالعمل الصحفي والإعلامي بالشكل الذي يدعم مواسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها المملكة وقال سموه أن لدينا من الأسباب الكثير التي تجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز برجال الصحافة والإعلام وبمواقفهم الوطنية التي مدت استطالاتها الرائعة تجاه الوطن وشعبه واستذكر سموه في هذه المناسبة بكل تقدير أعطاءات رواد الصحافة والإعلام في البحرين وقال سموه إن ما وصلت إليه صحافتنا اليوم من تطور واسع هو نتاج عمل كبير تعاقبت عليه أجيال من العاملين في الصحافة والإعلام حيث أسهم كل في موقعه في إرساء هذا التطور الذي وصلنا إليه اليوم ودعى سموه جموع الصحفيين إلى تغليب المصلحة العليا للوطن في كل ما يطرح من موضوعات وأن يكونوا أكثر حرصا على تسخير أقلامهم في كل ما يدعم وحدة وتماسك المجتمع وقال سموه إن الصحافة لن تكون صوتا منفردا وستظل موضع عناية وتشجيع وتقدير منا بما يتيح لها جوا طبيعيا من التفكير والإبداع وأضف سموه أن ما يهم أي مجتمع اليوم هو أمنه واستقراره وعلينا أن نعمل جميعا على حماية الإنجازات التي تحققت من أي مخاطر سواء في الحاضر أو المستقبل وحيا سموه الجهود المبذولة لتطوير العمل الصحفي ومواكبة روح التجديد والابتكار الحديثة وبناء أجيال وعدة ترفض المجال الصحفي بكفاءات متميزة تساهم بدورها في جهود البناء والتنمية الشاملة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره وخدمة تطلعات المجتمع نحو المستقبل هذا وشدد صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية الحفاظ على تماسك الجسم الصحفي والعمل على تقويته ليرتقي بمهنة الصحفة ويعظم من تأثيرها في نهضة وتطور المجتمع